الجزائر اللي كانت في السبعينيات ماشي الدعم السحر الغربية فقط البوليزاريو فقط لا كانت الدعم لتاباسك حركات الحرورية تالباسك نسبال كانت الجزائر تدعم حركة حزب الله اللبنانية كانت الجزائر تدعم كل الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهتها السياسية الجزائر كانت أول مدعم للقضية الفلسطينية ونذكروا أن الجزائر دخلت لأول مرة يسر عرفات كممثل لمنظمة الفلسطينية دخلت في سنة ربعة وسبعين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لما كانت هي ترأس هذه الجمعية من خلال عزيز بوجلقة كان وزير خارجي الجزائر فرق كبير بين جزائر تاليوم جزائر كنت رايدة ندعى في حزب الله فيني حزب الله أمريكان قائلهم حركة إرهابية جزائر تحبط راسها وجبد لتاباسك باعوهم عصر الحرام بعت لتاباسك لسبنيول وخرجتهم الجزائر اللي يرمتوا الجزر في أمريكا الجنوبية وكل واحد يرمتوا وتم ترحيلهم في طائرات عسكرية جزائرية بمنافقة من ضباط وصف الضباط من جهاز الأمن كان هذا في سنة ثمانية وثمانيين لا أتكلم فارغ لا أتكلم فارغ لا أعطيك راسمي لأن هذه ترحيل تاباسك كنت ترى فيها بعيني ياسي لأنني لم أكن أمريكا في الإسباني كان عندي جمالة معي يعملون وشوفون فيها ويحكيوا لي وكان أكثر من واحد ينفذوا في الأوامر على مدد لا أرغب أن ننفهم بسيبع المعدومية العسكرية ينفذ وإلا يخرجي غادر الجهاز كما غادرت أنا عامين من بعد قال بقى على الأخير يعني عندي قناعة بشيرين خلاص لأنه لا نساش أنه الماك وصل يطالب الانفصال لا يطالب الانفصال يقول تقرير المصير خلونا ننفو طيوب لأخر ونرى أرقبين حابين يديروا دولة واحدة ما ربي يسأل ولما يقبلوا شماذا كما نفس الشي طوريحة للجزائر في 62 وطوريحة في 75 من طرف بوريزاريو لم يكن حتى لا لا حتى أرقبين يقول لك هلو كان نديروا استفتاء للقبائل إذا يحبوا يأخذوا جمهورية ويأخذوا جمهورية مفصلة لنا يقول لك ما يددش 10% إذا يتم هذا بيدود صغير خليه ما يددش 1% ويأخذوا يقول لك بيدود صغير ويأخذوا بيدود صغير ويأخذوا في إسبانيا في كتالونيا يددوا يددوا حق تقرير المصير وكتالون الحركة كتالون فازت بهذا الانتخاب ويأخذوا حكومة إسبانية مساعدة لأنهم ينظموا الاستفتاء هم لكتالون حركة كتالونيا هي قالوا هذا الاستفتاء غير ما أعترف به رغم أن يقصروا لحده وبالرغم أنه في إسبانيا كان حكم ذاتي لكل المناطق من كل المناطق نحكم ذاتي نعترف به وممارس تتمشي المنطقة الاندالوس ترى درابو الاندالوس بيد وخضر ودرابو أسبانيا ودرابو الاتحاد الأوروبي ما هذا أنت سيئر تذهب إلى المنطقة الاندالوس ترى لوتوروت لا يخلصوا فيها باطوليس تخرج إلى السمال يخلصوا فيه يجب أن تخرجوا لتحدي فرطوا الروض لم تكن حتى المشكلة لم تكن حتى المشكلة تمشي لبرسلونا تصبح تدخل استاد فاريق برسلونا في استاد مكتوبة كبيرة سيبليش كونيكيب سيبليش كونيكيب فاريق برسلونا فاريق برسلونا أكثر من فاريق هو يعبر على شيء آخر ما تقلقوش منه سلطان مركزية تقلقتش منه سلطان مركزية ما دائمك على في مستوى يعني أفكار وكذا ما يقلقك ثلتها باسك كانت تقوم بعمليات عسكرية باستمرار وحتى لما كانت تحارب فيها الحكومة المركزية الإسبانية ما جاء وش قلق هذا وهك 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 سببان وعياط ما كانش ما كانس سببان والعياط وعلاش إنما هم شولد حرام بينما في الجزائر عندك ولد الحرام اللي يغير لك الرأي ديالك ويغير الرأي العام ويبدأ بالأكاذيب والسببان والتهم يلح قد راجت أنهم من الأندل من الأندل يجي حركة مشكرة قيادتها من مثقفين طبعا ولد الحرام ما يعفو ثقافة ما يعفوش ثقافة